السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على مولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخواتي إن شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير ورمضان مباركة لكم وعلى جميع إن شاء الله أقدم معكم لما واحدة الحشوة ديال البطبوط اللي سهلة وضغية كتوجد وفي نفس الوقت تتكون بالنينا تجيب بالنينا صراحة زوينة أما بالنسبة للبطبوط فهو اللي كنت خدمت معكم في الفيديو السابق فبسم الله على بركاته الله غاد نحتاجوا واحدة البصلة كبيرة إن شاء الله غاد نوضعها في واحدة المقلات أو يكونوا جوج بصلات يعني متوسطين إما واحدة كبيرة أو جوج متوسطين وعلى العموم هني كتبقى دائما الحشوة لحسب الكيميان تمالي عندكم مثلا ديال البطبوط إذا كانت عندكم كيمية كبيرة من الجريسة ديال البطبوط فانتما كتبقوا الحشوة يعني راه معروف أن الحشوة ديال البطبوط يعني كتزكى يعني وخاكا دلوشي شوي كتكفينا لحقاش البطبوط ديانك يكون صغير يعني غيمي العقرة كيعمل غادي نزيد عليهم صدر الدجاج كما شتوا غادي نزيد الملح وغادي نزيد الإبزار وغادي نزيد هنا يا عندي واحد هذا كالكيغي إلا ما توفرش عندكم يعني ماشي مشكل غايم مهم أنا هنا يا معاد سدر الدجاج غادي نكتفي بهذه الكيغي الصافي بوحدة يعني ما غادي شي نزيد مع عطرية أخرى من غير الملحة والبزار وبين الحال زيت الزيتون فإلا ما توفرش هذا الكيغي هذا عندكم ماشي مشكل تقدروا تزيدوا يعني عطرية أخرى ديالكم غادي نزيد كذلك حتى الخرقوم حتى الخرقوم أيضا غادي نزيدوا فا كما قد لكم إلا ما إلا ما توفرش عندكم هذا الكيغي هذا تقدروا تزيد عطرية ديالكم العادية وسافي تزيدوا الدفول سكنجبير شوي الفلفل أحمر خلاص الفلفل الأسود رحنا نعادرناها هو والخرقوم سوف نخلط هذا الشيء لهذا الشكل صراحة هاد الكيغي هذا كيعطي واحد لما دق زوين للجاج وكيعوض لنا كع هذه العطرية أخرى كيعوض يعني هي بوحديته كيعطينا واحد لما دق زوين كيتوتا بزاف مع الجاج والمهم كنخلي هاد شي كيتشحر هاكا يمزيان كما كتشوفو حتى كتطح لنا هذيك البصيلة هاكا لهذا الشكل وستطيع التجاج كما كتعفوها ضغية كيطيب وتجاهدوا له العافية يعني ما تنقصوا لهش العافية باش ميرخيش هادك المادية لوجهدوا له العافية ضغية كيطيب من بعد ما كتت تبرد لنا هكاية الحشوة هادي نجيب واحد هكا كتت تحكو خيزو في الحكاقة الغليضة مشاعر القيقة كتتحكوه وكتضيفوا واحد الكيميه هكا مع هاد الحشوة هادي كتضيفوا الكيميه المهم عينكم ميزانكم هنا هيا غادي نزيت شو يدي الزيتون مقرد بالعدم وكذلك غادي ناخد واحدة البضا مسلوقة وغادي نقطعها هكا مربعات وغادي نزيد نضيفها لهذا الحشو هادي هادي الحشو هادي كتجي نمع للكها كتجي زوينة اه خصوصا اننا ما زل غادي نزيدوا لها يعني سلصة المايونيز هي اللي كتعلقها لنا وكتيتمها اه كتجي زوينة صراحة بها اه تقدروا تحكو البيض يعني في عاود ما تقطعوه تحكوه غي هنا انا بغيت يعني ذلك الطريفات ديلو يبقوا باينين هنا غادي نزيد كماشتو واحدة معلقة كبيرة تقريبا اه ديل المايونيز او لمعلقة كبيرة ونص المهم واحدة كميه من المايونيز اللي اللي نخلطو فيها هاد الحشو هادي يعني سولينا هاد الحشو بحلي معلقة يعني ما كتبقاش هادا كتبلي بحلي مجموعة سافي غادي نخلط هاد شي هاكا مزيان كماشتو يعني ما زدش ضفت شي حاجة نهائيا سافي العطر يا رادر نعفل الوغل سافي هاد شي كان كتبه بهذاك القادر يعني ما كان زيدو نضيفت شي حاجة اه المهم غادي ناخدو البطبوط دياننا هاكا وغادي نقطعوه بالموس هاد البطبوط هادا كم ما كتلكون في بداية الفيديو هو اللي خدمت معاكم يعني في الفيديو السابق يعني وضعتو في في الكونجيلاتور يعني وفاش كتبغيوه كتلقاوه موجود سافي غادي نعمروا على هاد الشكل كيموكتلكم يعني وخدتكو عندكم الحشوة قليلة فا يعني تقريبا هاكا تكفي لان هاد البطبط صغيرين يعني بغيا كيعمروا ما كيحتاجوش لنا واحد الكيمية كبيرة من الحشوة سافي كنعمرهم هكا لها هاد الشكل وكنوضعهم جانبا غادي ناخد عو ثاني واحد اخرى غادي نقطعها كنديروا واحد الفتيحة وكنغرقوه الموس وكان نحاولو نخويوها من الداخل وغادي نزيد نضيف هاد الحشوة هادي هاكا كيميا كتبقى مهمة عينكم ميزانكم قدامكم هذه الحشوة هادي كيما هتلكم كتجيزة مزوينة مع هادي كسلصة المايونيز كتجي معلقة سافيو غادي نوضعها جانبا وغادي ناخد عو ثاني واحد اخرى ناخد معاكم وغادي نستمر يعني حتى كتكملوا كع الكيمية دي البطبوط اللي عندكم كماشتوا يعني حشوة سهلة سريعة ضغية كتوجد ممكن كذلك يعني تديروها في وصفات اخرى يعني مغير البطبوط ممكن تعتمدوها في وصفات اخرى يعني كحشوة اللي كنعمرو بها مثلا خبيزات او لاي شيء قنعمروه يعني كما كنت تعرفوا تبارك الله لوصفات رمضان متعددة وكثيرة وخبيزات معمرين يعني كنستعلكوهم بحث شكل كبير فكذلك ممكن اننا نخدم هاد الحشوة هادي كذلك نستعملها يعني تف هادو الخبيزات معمرين فها تجينا بزوينة سافي المهم هاكا غادي نستعمر حتى نكمل الكيمياجا اللي عندي ونشوف الشكل اللي هادي لهم في كيجي ونشوف الشكل اللي هادي لهم في كيجي هادو خبيزات موسيقى تمنى ان شاء الله انهم يكونوا نالوا باعجاب دلكم اه نقدمهم بها طريقة او بطريقة اخرى وكنزينهم حسب الرغبة ان هنا ايا كذلك رشيتهم شوية دي للفرماج على كامل من الفوق يعني مدرتوش وسط الحشو فقط غير رشيتهم من الفوق اه كيبقى لكم اخسيار بتديروه هي ديك مبتوش مشي مشكيه الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديرونا لايك وكذلك اذا كتم صور جدد ما تنسوش اه تشتركوا معي في قناة اليسا ميك ركوش شكرا لحسن تتبع الى اللقاء